اهلا وسهلا مرحبا بكم اخواتي اخواني العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من قطوف دانيات نستكمل بها معكم ادلة الفريق لا عذاب قبل الحساب او لا عذاب قبل يوم الحساب واستعرضنا معكم في الحلقات السابقة الادلة القرآنية ثابتة الدلالة ونستكمل معكم اليوم كذلك ان الدليل على ان الموتى لا يعلمون شيئا مما يحدث على الارض ولا يسمعون ما نقول ولا يشعرون بالوقت يبرز في مثالين كما يقول اصحاب هذا الفريق المثال الاول قول عيسى عليه السلام لربه جل وجلال كما نقله القرآن الكريم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد سورة المائدة آية 117 وطبعا هالآية واضحة الدلالة كما ذكرنا بان الله سبحانه وتعالى في موضوع عيسى ما عفعلوه قومه من بعده فلم يكن يعلم واخبره الله سبحانه وتعالى فجعله هو الذي يكون شهيدا عليهم من بعد موته اما المثال الثاني بالنسبة للسنة النبوية حيث روى الامام احمد في مسنده عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سمعته عليه الصلاة والسلام يقول ايها الناس بينما انا على الحوض جئ بكم زمراء فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلموا إلى الطريق هلموا إلى الطريق فناداني مناد من بعدي فقال إنهم قد بدلوا بعدك إنهم قد بدلوا بعدك فقلت ألا سحقا سحقا يعني ها بعض الأصحاب هكذا كانوا واقعهم كما يحكي لنا حديث مسند أحمد بن حنبل في هذه الرواية ولا تدل هذه الرواية على عدم معرفته عليه الصلاة والسلام الأحداث وما فعلوه هؤلاء الأصحاب بعد موته فباختصار هاي الحدثين كما يستدل به أصحاب هذا الفريق ننتقل بكم إلى ما تبقى من الوقت مع أصحاب الفريق الثاني والذين يقولون أن هناك عذاب في القبر ويستدلون على بعض الأحاديث على بعض الآيات الكريمة من أبرزها النار يعرضون عليها غدوا وعشية في الحديث عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب 46 سورة غافر ولكن هذه الآية كما ترون يفترض النار تعرض عليهم ولكن هم يعرضون على النار فقد تكون في شكل نوم أو في شكل يرون أماكنهم في العذاب وليس بالعذاب نفسه وكما ترون في هذه الآية فإنها آية ظنية الدلالة ظنية الدلالة وكذلك الآية التالية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق طبعا هذا الحدث يحدث وقت الاحتضار الملائكة تحتضر والشخص يحتضر من هؤلاء الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في محاولة لإخراج أنفسهم لأن مثل ما ذكرنا في بعض الحلقات وقلنا أن نفس الإنسان بقدر ارتباطها بالماديات تكون عالقة 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 فيحاول هؤلاء الملائكة تخليصها وإخراجها فبالضرب مثل ما الطفل متعلق في حلقة درهم ولا بالع شيء من هالقبيل أنت تضربه على رأسه عشان تطلع الدرهم وتنقذ حياة هؤلاء الملائكة يفعلون ذلك بهؤلاء المكفرة أو هؤلاء الظالمين كما في الآية التالية ولو ترى الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون هذا وقت الاحتضار طبعا وهذه الآية كذلك ظنية الدلالة لفريق العذاب في القبر اللي كما يقولون مقابل الأدلة الكثيرة التي سقناها لأصحاب لا عذاب قبل يوم الحساب وكذلك طبعا يستدلون بآيتين أخريات تقول سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم يقولون مرتين إذا قلنا نحن ثم يردون إلى عذاب عظيم سالث مرات هذا يستشهدون بأن هناك عذاب في القبر فإذا قلنا لهم سنعذبهم مرتين هاي اثنين وعذاب عظيم يوم القيامة صار ثلاثة يقولون له واحدة بالدنيا ممكن فقد يكون مرتين يعذبون في الدنيا أو أكثر من مرة يعذبون في الدنيا والعذاب العظيم هذا عذاب يوم القيامة وكذلك هذه الآية كما ترون أخوات إخواني العزاء أنها ظنية الدلالة فيما يسوقه من أدلة أصحاب الرأي الذي يقولون أن هناك عذاب في القبر ونفس النتيجة وصل إليه في الآية التالية وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون طبعا يسوقنا هذه يقولون العذاب الأدنى وعذاب القبر وكيف لعلهم يرجعون ما في مجال للرجع إذا كانوا هم في البرزخ كيف يرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى هذا أكثر ملاءمة إن عذاب الدنيا لأن في الدنيا في مجال للرجوع من خلال ما يصيب الإنسان من مكاره ومن ابتلاءات ومن اختبارات ممكن أن يرجع ويعود إلى فطرته وإلى تصحيح وضعه وبالتالي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر العذاب الأكبر بيكون يوم القيامة لعلهم يرجعون فهذه الآية تنطبق على عذاب الدنيا أكثر من تنطبق على عذاب البرزخ أو عذاب القبر كما ترون أحبائي والآية الأخيرة التي يستند إليها هؤلاء يستند إليها هؤلاء الذين يستدلون ببعض الآيات في عذاب القبر وهذه الآية طبعا لها خصوصية خاصة وهي خاصة بالشهداء وتقول يقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ أَجْرَ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ سورة أَلِيَ عِمْرَان آية 169 و170 و171 طبعاً هاي خاصة جداً في حالة الذين يقتلون في سبيل الله والبعض استدلق قال هاي عام بما ختمت فيه الآية وأن الله لا يُضِعُ أَجْرَ المؤمنين يعني هاي تشمل جميع المؤمنين وكما ترون أن هذا الاستدلال يعني هو ظني الدلالة في نهاية الآية ولكنه واضح الدلالة في بداية الآية أن هذه المرتبة وهذه المكرمة وهذا الفضل العظيم الكبير من ربنا سبحانه وتعالى للذين قتلوا في سبيل الله ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر